السلام عليكم تحت الطربي اليوم ارجعت لكم فيديو جديد لديدكتيك النشاط العلمي سنصحح معكم تحاند 2017 دديدكتيك نشاط العلمي المستوى الابتدائي خليكم معي احتر لأخر الفيديو وركزوا معي مزيان وعطلوا هذه الوضعية وقاللوا من الأستاذ تقدم هذه الوضعية المتعليمين لديه المستوى السادس عبارة عن دارة كهربائية وعليها مجموعة لأسئلة كيف لا ترى في الصورة وأول سؤال طرح لكم في الديدكتيك يجب أن تحددوا ثلاث اهداف خاصة الأسئلة حققها من خلال هذه الوضعية اذا بالنسبة لأول هدف وهو ماريفي هذه الهدف تقدروا يطح لكم في المتحان ليس ضروري يطح لكم هذا الدرر الكهربائي يقدر يطح حاجة اخرى ولكن كيف قونيتم؟ الهدف الماريفي هو الهدف اللي يجب ان يكتسبوا التلمييد في حالي ما نعطيكم مزة لكي تفهموني اكتر اذا نحن تساملين اول وضعية هدف الماريفي هو تعرف التركيب على التواري في دارة كهربائية ان التلميذ يعرف انه يركب لي التركيب على التواري في دارة كهربائية اذا انتم في اي وضعية طوالكم هل هدف اللي خاصوا يكون اتحاولوا لعبوا بالهدف على حسب الوضعية ديركم وصف بالنسبة الهدف الثاني اللي هو هدف مهاري ان التلميذ يعرف يعمل حاجة هو يعدل بيده هدف ماريفي هو اذا هدف مهاري هو رسم صهيرة لمصباح ضمن دارة كهربائية ان المهارة اللي يكتسب التلميذ يرسم لي واحد صهيرة لمصباح ضمن دارة كهربائية الهدف السلوكي ان يصبح المتعلم قادر على تجنب اخطار طيال كهربائي المنزلي انني هنا يخطي نواعي تتلميذ بالاخطار دي طيال كهربائي واخر دياله شنو فين السلوك اللي مخصوش حادي فيهم شنو هم التصرفات اللي خصو يتجنبهم اذا هاد الاهدف هادهم كيفاش انا اعرفت انني خصني نعدل هادهم من خلال ذلك الوضعية اللي اعطىها لي ان في الوضعية اعطى لي السؤال انني خصي نرى السامح في الدفتر صهيرة لكل مصباح اذا هنه هدف مهاري اذا اعطى لكم شو وضعية فهذه يعني غدتشوفو اعطى لكم درسمو شي حاجة شي حاجة دعدلوها كيكون هدف مهاري الحاجة اللي خصكم هنا يعني تلميذ المعلومة اللي خصو يعرفوه كيكون هدف معرفي وبالنسبة الهدف السلوكي فحال هاد شي هذا ان شنو خصوه مثلا اذا كنا كنا نهضروا على درس مثلا مثلا البيئة او لا شي حاجة خصوه ان تتلميذ يحافظ على البيئة ومن يرميش الازبال هذا هو الهدف السلوكي اللي خصو يكتسبه نتمنى تكونوا فهمتوني او لا عندو شي سؤال خليلي في الكومنتر السؤال الثاني هو قدلهم هاد وضعية اللي يقدم الأستاذ المتعلمين ديرو اي مرحلة من مراحل الدرس يمكنه يقدم الأستاذ وعلي جوابك واش يقدر يقدمه في تقديم الدرس فالدعم اي مرحلة الجواب الصحيح هو ان الوضعية هذه الوضعية يمكنه توضيفها اما في مرحلة التقويم او في مرحلة الدعم إذا لاحظنا فيها مجموعة من الاسئلة متنوعة التلميذ هنا يهولي كامل واحد المجهود انه اللي خاصو يخرج منه يكون تقديم الدرس يكون باقي الأستاذ يقول لهم اسئلة كيدكرهم مثلا اتقدروا تجبروا كيدكرهم بالدروس اللي فاتوا او الدرس اللي قبل كيترحلهم اسئلة يالله كيبني معهم التعلمة ديالو يالله كيعطيهم مثلا واحد وضعية مشكلة وهما يالله كيقدروا بشوية بشوية يكتشفوا مع الدرس كيكون تقديم الدرس اما ما كيكون في حال هذا كان مجموعة من الاهداف التعلمية اللي يقدر من وضعية واحدة يحقق المتعلم في حال هذا الدركة العربية يقدر يحقق هدف مهاري هدف مهاري فيه إلى آخره كيكون وضعية تقويم او مرحلة او يعني وضعية الدعم تعليل الجواب هو اسئلتها متنوعة وتستهدف اكثر من هدف تعلمي كيف مذكرنا اذا ما تطيحوا لكم في حال هذا الوضعية يقول لكم شو من مرحلة من ما راح الدرس يقدر 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 الاستد الى كانت مرحلة التقويم او مرحلة الدعم ما تقولوه هيدا اسئلتها متنوعة وتستهدف اكثر من هدف تعلمي التعليل الثاني وأسئلتها تطبيقية لتعلمات يفترض أن المتعلمين قاموا ببنائها سابقا لاتخوة زيان كيستون وقالوا لكم ضع تخطيط لمعالجة هذه الوضعية مع إبراز مهام كل من المدارس والمتعلمين كل ما كنسمع التخطيط جيدنا في بلنا الجدادة إذن خاصة نعادل جدادا هاد مرحلة تقوم الدن نهد الوضعية لعاد نهد الدارة الكهربائية إذن غنعادلو أن تبلو فاتخوة كولون خانا اللونية يعني شنو غيقوم الأستاذ بالعمل ديالو أو شنو هما لزيطاب اللي غيبدأ بهم اللي تبلو لي هي تقديم الوضعية اللي تبلو تانية ما نحمل للإنجاز اللي تبلو تالتا التصحيح الجماعي للصبورة ولدغنية غيطاب هي التصحيح الفردي على الدفاترة وعلى الأوراق بالنسبة للخانة التانية كيكون فيها مهام المدرس والخانة الأخيرة مهام المتعلم نبدأه بالتقديم الوضعية كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة الوضعية الأولى فيها أو تقديم الوضعية كيف ما قلنا مهام المدرس غيكون قراءة الوضعية غنقرأ الوضعية المتعلمين ديالي بالنسبة للمتعلم شنو خصو يعمل ينصت إلى الأستاذ مهام المدرس غندوزون المهمة التانية هو أن شرح الوضعية عن طريق طرح أسئلة للفهم يعني كيبقى الأستاذ يطرح أسئلة باش يتأكد من الفهم الصحيح من هاد الوضعية من طرف المتعلمين ديالي يعني ترمي شنو المهمة ديالي يجيب على الأسئلة صفي؟ بالنسبة هاد آخر حاجة يقدر لدينا المدرس هو يتحققوا من وضوح العمل مطلوب لدى المتعلمين يعني أن الأستاذ خصو يتأكد أن كل شيء فهم وكل شيء ما أبقاش عنده شيء بالنسبة للمتعلم يعبر عن مستوى فهمه للأسئلة صفي؟ هذا بأن المتعلم كيقولوا له أن أستاذ مثلا فهمنا كل شيء ولا بقينا شيء إشكال فهذا السؤال هذا سهل أو لا شيء سهل أنا بالنسبة لي سهلة بزف تقدروا تطبقها في جميع يعني يعني المستويات إذا أعطوا لكم أي مستوى في النشاط العلمي وقالوا لكم عدوا للوضعية للتقوم والدعم هاشنو غدا عدلو سهرة هذي ستندق هذي مشيرها كل شيء بالنسبة لعملية الثانية هي منح مهولة للإنجاز أستاذ كعتاوح لوحد الوقت المتعلمين ديرون باش يسالوا الوضعية شنو المهام دي المدرس يعلنوا عني الزمان الخاص بالإنجاز سعنقول له مثلا أنا عندكم نصف ساعة باش تسالوا له هاد الوضعية صفي؟ ويتتبعوا إنجازات المتعلمين والمتعلمات وكيبقى يدور على المتعلمين ديالو باش يشوفهم واش كيخرجوا واش عندهم شي إشكال إلى آخره المهام دي المتعلمين سهلة ينجزوا المطلوبة منه تنميد هنا كيبدا يخرج الشي ديالو راتخوز هي التصحيح الجماعية للصبورة هنا المهمة دي المدرس هو ينتقي المتعلمين بالتناوب كيبدا ينوض كل واحد بالنوبة أنه يبدأ يجاوب على ذلك الشي الصبورة ويدعوه من الإجابة عن الأسئلة المطروحة السؤال الأولي طب الثانية دي المدرس هو يثير نقاشات معهم من أجل تعميق الفهم هنا كيبدأ يعني كيتنقشوا أكثر ويتعمقون في هاد الوضعية باش تراميط كيشاركو كيزيد يتعمق لهم هاد الوضعية في رصهم يفهمون من زيان بالنسبة للمهام دي المتعلم يجيبون عن الأسئلة ويتفاعلون مع توجيهات المدرس هنا التلميذ خاصه يجيب على الأسئلة ويشارك مع الأستد بالنسبة لدغنية غيطة هي التصحيح الفرضي على الدفاتر أو على الأوراق المهمة للمدرس هو يدعو المتعلمين إلى استدراك أخطائهم المرتكبة والتصحيح يعني هنا المدرس يقولون يعني هارف الأخطاء عندكم باش ما يخطوش مرة أخرى ويصح نحن نعلم ذلك شي مزيان بالنسبة للمهمة المدرس يصححون أخطائهم بالدقة اللازمة هذه جدادة اللي قد تكون تقدروا على الدولات تقوم الدعم وسهلة بزاف وقدمشي لكم على كل شي وكنتمنى نكون سهلة عليكم الخدمة السؤال الرابع هو قللك يعني أكيد أن فيئة من المتعلمين مقدروش تتوفقه جزئيا أو كليا في المعالجات هذه الوضعية التي اقترحها لهم الأستاذ إذن الوضعية التي تحتاج تحدد الأخطاء التي يمكن المرتقة بارتكابها من طرف مجموعة من المتعلمين ومن تكتب هذه الأخطاء التي يمكن الوضعها ستقول ما هي الأسباب لها إذن أنا هنا يعمل لكم أنطبلو حاول تنسى لها لكم سنعدل فيه دوكولون أول خطأ يقدروا يطحوا في المتعلمين تحديد نوع تركيب كل مصباح إذن هنا المتعلمين يقدروا لا يعرفوش هذ نوع المصباح واش مركب على التوالي ولا التوازي السبب هو خلطهم بين مفهومي التوالي والتوازي أن المتعلمين باقي يخلطوا بين هذا جوج المفاهيم الخطأ الثاني الذي يقدروا يقع في المتعلمين هو رسم الصهيرة بطريقة خاطئة الأسباب هو عدم تعرفهم على الصهيرة ودورها في الضارة الكهربائية الخطأ الثاني أو الثالث عدم إدراكهم لنتائج سلك الطور والسلك المحايد الأسباب هو عدم تعرفهم على مفهوم التماس وعدم التفريق بين سلك الطور والسلك المحايد هذا ما نجيبه من راسي هذا المتعلمين دبق عقله وليكن دوست أنا فوج 2017 والصراحة كيف ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة أنا مجوز مزيان في النشاط العلمي كنت دربتي دي شوية في الديداكتيك ومشي عن سما شي مراجعة قبل كنزمة كبيرة الحاجة التي تقدرون تعدلوها والسهلة لكم الخدمة هو الوضعية كنت نسلوها لحدكم التي أعطيتكم في حال هذه تقرر الوضعية مزيان ومن أن تستخرج هذا في حال قريط الذي كان تم تطور السلك الموحاية لكي نرسم مصباح سهل من خير من أن هذا يمكنك اللعب وكذلك المتعلمين لا يمكنهم رسموني الصهيرة بطريقة صحيحة لا يمكنهم يركبوني أو يحددوني نوع التركيب كل مصباح ومن الوضعية يمكنك اللعب ومشي صعيبة غير كذون جيد وإن شاء الله سأتي هذا سهل وقبل أن ندوز لدرنية كيستيون نطلب منكم فضلا وليس أمرا أنكم تشتركوا في القناة إذا بقي مش مشتركين وتفعيلوا الجرس باش كما ستشجعوني أنني نزيد نعملكم فيديوهات آخرين وخليوا لي دي كومنتر للفيديوهات اللي بغين نديرو لكم وأي حاجة كتصردوها اللي راني كنقراها صوى في الإنستغرام أو في اليوتيوب كنجاوب نجدو إن شاء الله إذا ندوز هذا السؤال الأخير اللي يطح في الامتحان وقال لكم اقترح تخطيط لمعالجة تعطر المعنية وذلك باعتماد جدول آتي إذا نحن حددنا التعطرات اللي قدروا يكونوا عند المتعلمين ده طبعا نخطط باش نعالج هذه التعطرات باستعانة بهذه الجدول هذا الخطأ طريقة معالجته يعني مهام المدارس ومهام المتعلم والوسائل اللي عايز تعمل من الأستاذ باش يعالج هذه التعطرات إحنا هذا السؤال هذا مريد تصابط بالسؤال اللي قبل منه اللي عملنا فيه الخطأ المحتمل والأسباب دياله إذا لا تحكم شي سؤال حل هذا اختاره خطأ من ديك الأخطأ اللي عملت أن المتعلم المتعلم يقدر يطحه فيه أنا اخترت تحديد نوع تركيب كل مصباح هنا يعني المتعلم بقي يختلف أنه ما يعرفش المصباح لمركب على التوالي والمصباح لمركب على التوازي إذن هذا هو الخطأ ديالنا طريقة المعالجة دياله بالنسبة المهام المدرس يهيئ العدة اللازمة لأعادة إنجاز التجارب المرتبطة بالأخطأ هنا الأستاذ خصو يعاود مع المتعلم المتعطر في هذا السؤال هذا يعني يزول هذا التعطر هذا أو يتعالج لهذا التعطر بالنسبة المهام المتعلم ينصطون لتوجهات المدرس ويقومون بالمناولة يعني يقومون بهذا التجربة هذه اللي يقترح اليوم أستاذ بالنسبة الوسائل المعتمدة هي أسلاك ومصابح صفي افوال دول فيديونا اليوم انتظروا الفيديو القادم اللي غيكون على جدادة نشاط العلمي تقدروا اشتركوا في القناة وبنكو رجل